يثير ترامب الجلبة كالعادة بتصرفاته لكن هذه المرة مطارد بأنباء ملاحقته لعملين سابقين في منتجع مرالاك والساحل بفلوريدا ليس الموظفين البرزين والتنوكا وكارلوس دي أولوفيرا بل شخصا يتتبعانه بالخفاء خشية أن يكون مسربا تقول شبكة CNN الأمريكية إن موظفا لم تذكر اسمه كان قد استقال بعد عمله لأكثر من عشرين عاما في مرالاكوا لكنه يبدو بأنه غادر محملا بأسرار قد تدين ترامب وتثقل كاهله بشهادة عما جرى هنا اتصل به ترامب هاتفيا بعد أيام من مغادرته العمل للاستعلام عن سبب تركه الوظيفة ولكن لم تنفع محاولاته في ثنيه عن الاستقالة وحاول مرارا أن يقنعه بالعودة بلا فائدة ليرسل موظفيه الشهيرين ليعرضا عليه تذاكرة مجانية للغولف ومن ثم تعيين محامين ممولين من ترامب فهذا الشخص ليس مجرد موظف عاديا في المكان بل كان حاضرا للحظات مهمة في أروقة المنتجع وبحسب سي أن إن كان الموظف على علم بنقل صندق مختلفة لترامب وكان على علم بالمحادثات بين الرئيس السابق والموظفين فيما يتعلق بالوثائق أمور أدرجها المدعي العام جاك سميث في لائحة الاتهام ورغم استغناء هذا الموظف عن العمل إلا أن اللعنة مرى لاكوى لا تنفك عنه وعن بقية الموظفين ففي وقت سابق حاولت جون رولي محام ترامب المستقيل أن يتواصل مع موظف سابق آخر لكن ليؤمن له موكلا لا ليؤثر على شهادته على حد قوله ليجد ترامب نفسه محاصرا في أشباح العاملين بذلك المنتجع فكل من عمل به رصد مشهدا أو حلقة من مسلسل إساءة التعامل مع وثائق خرجت عن السرية بحسب سي أن أن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر